في مثل هذه الأيام قبل ثلاثين عاماً قررت القوى المسيحية الوازينة في لبنان مقاطعة العملية الانتخابية وحجتهم كانت وجود جيش محتل أي الجيش السوري واعتماد قانون انتخابي لا يؤمن التمثيل الصحيح يومها ظنت تلك القوى أن معارضتها التي لم تسمح ببلوغ نسبة الاقتراع عتبة العشرين في المئة على صعيد لبنان ظنت أنها ستضرب مفاعل نتائج الانتخابات عامة ولكن انتهت الانتخابات بعدما أجريت بمن حضر وسيطرت قوى لا تحظى بتمثيل شعبي على مقاعد المسيحيين دفع المجتمع المسيحي ثمن مقاطعة أحزابه الكبيرة والسوشيل حينها وصول نواب ملحقين ولا وزنا سياسيا لهم وفاز بعضهم بالتزكية لعدم وجود منافسين بعد ثلاثين عاماً من تلك الواقعة التي يجمع غير خبير على تدشينها حقبة هجرة المسيحيين من لبنان يحاول بعض السياسيين من الطائفة السنية مقاطعة العملية الانتخابية محاولة وإن نجحت ستكرر تجربة انتخابات 1992 مع القوى المسيحية تجربة أخرجت ممثلي المسيحيين من المشهد السياسي للمرة الأولى وأدخلت ممثلي ميليشيا حزب الله للمرة الأولى إلى الندوة النيابية ففي مجلس 1992 أعفت الميليشيات نفسها من نزع السلاح كما نصت وثيقة الوفاق الوطني وراحت تشرع ما سمي بالمقاومة حدث يستذكره كثيرون متخوفون من أن تؤدي مقاطعة الانتخابات عام 2022 إلى فوز خط الميليشيا وبالتالي تفكير بتشريع صيغة أمنية جديدة كما حصل مع ميليشيا الحشد الشعبي في العراق